بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ النهاردة المحاضرة السابعة من منهج بيولوجيا الاولان هنتعرف النهاردة على الاوتوز احنا بطول الوقت عدين نتكلم على الاوتوز ان فيه جيلات عملية بتنظم السيل سايكل واتفقنا ان الخلية اللي بيحصل فيها دي ان ايه دامج لازم تتوجه لعملية الاوتوزز عاودي نعرف بقى ايه هي عملية الاوتوزز دي تعرفها وازاي بتحصل وايه هي البرتينات اللي بتنظم الاوتوزز دي طيب ايه هو بتاع الاوتوزز. الاوتوزز دي او بفيما معناها لهموت الخلية المبارمن. موت الخلية المبارمن. كان بداية التعرف على الاوتوزز دي او عملية الموت المبارمن للخلية عن طريق عالم الماني اسمه كارل بوغت. ده اول واحد اتعرف على عملية الاوتوزز. جيباع ديه عالم اسمه اا والتر سليمينج. دت ده ادريا اه التعريف مفصل اكتر عزم عملية الابوبتوزز دي. الابوبتوزز دي. نشوف هنا عملية. ممكن تبقى فيسولوجية وممكن تبقى فيسولوجية على حسب اللي بتتحكم فيهم. طب ايه اللي بيحصل اثناء الابوبتوزز? الخلية الخلية بتمود. بتمود ازاي? بيحصل زي الخلية نفسها بتنكمش. اللي جواه. اللي جواه الخلية نفسها بتتكسر. وبالاخص الدين ايه? طيب عندنا حوالي من خمسين لمليون خلية في الانسان الادلت. بيحصل لها ابوبتوزز كل يوم. ده عشان عملية الهوميستيزز او التوازن في الجسم. اه في الاطفال من اه من عمر تبانية لاربعتاشر بيحصل اه من حوالي من عشرين لتلاتين بليون خلية بتمود كل يوم. بتاعتي ايه مش راضي يقلب من السلاير بسم الله. طيب تم التعرف على الابوبتوزز دي. اه بعد كده اتعرف عليها العلماء كعملية حيوية اه اه رئيسية في الجسم. اه بتحب بتحصل ليه? بتحصل اه لا حفاظ على اعمالية التوازن زي ما اتفقنا. اه في الجسم. توازن بين ايه? ايه? توازن بين السيل ديس والسيل جروس يعني او السيل ديفيجن والسيل ديش. لان لو ما حصلش التوازن ده هيحصل خلن في الباديويت. هيبقى الجسم عمال يزيد 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 يزيد. اه بلا داعي. تمام? الخلية. الموت الخلية. بقى الخلية بتموت في توفورمز مهمين جدا. هما النيكروزز والابوبتوزز. لكن النيكروزز ده الخلية بتموت لسبب او لداعي بطولوجي او لسبب مرضي. لكن الابوبتوزز بتحصل غالبا او في معظم الاحوال لسبب ايه? فيسيولوجي. لذلك هيكون دايما فيه اختلاف في الفيتشارز او في الملابح الخلية اللي بتموت نتيجة الابوبتوزز واللي بتموت نتيجة الايه? النيكروزز. ايه هو الاختلاف ده? هذه الخلية العادية هي. اه شكلها لما بيحصل لها ابوبتوزز ايه? بيحصل لها تيل شرينكتج. الشرينكتج يعني ايه? او انكماش في الخلية بتبدأ المية تطلع برا الخلية. كل ده طبعا بيحصل تحت مؤثرات. هنعرفها دلوقتي. او نتيجة انديوسرز. المية بتبدأ تخرج برا الخلية وبيحصل شرينكتج للخلية. بيحصل كوندنسيشن للكروباتين. بيبدأ يحصل تكسير الخلية نفسها. بتديك جزيئات صغيرة كده بيسموها الابوبتوتيك باديس. الابوبتوتيك باديس دي بيتخلص منها الجسم عن طريق ايه? الفاجوسيتوز. تتيجي الخلية الفاجوسيتوز الخلية اللي هي القادرة على انها تحصل تبتلع الخلايا دي. في الاميون سيستم بتبتلعها. دون ما يحصل بدون ما يحصل ايه? اه اميونولوجيكا بريدبونز. العملية هي عملية في السيولوجية بحتة. بتحصل نتيجة ايه قلنا? نتيجة الديبيلومنت اللي هو اثناء عملية النمو او او نتيجة او بتحصل بداعي ايه? تتيجوه يحصل توازن اه لحجم التتيجوه او اه نتيجة السلمي دييتد اميونوتي. في حين النكروزز هنا الخلية بتبقى متعرضة لوقت تحت مؤسكر تاني. دايه انفكشن مثلا اه تبدأ او نتيجة توكسيستي مثلا بيتبدأ يحصل سويلنج للخلية. هنا الخلية بتبدأ المية تدخل جوه الخلية بيحصل انتفاخ للخلية والمنقد عليه بيحصل انفجار للخلية. بيحصل لايسس للخلية. فبيحصل ريليز للسيلولار كومبولينت. قلنا ده نتيجة ايه? نتيجة قلنا تحت مؤسكر زي الانفكشن مثلا زي الفيرل او نتيجة ان فيه اه فيزيكال تروما او نتيجة ان فيه توكسيستي الخلية اتعرضت له. يبقى دول التو فورميز اوف سيلدس. وهو قلنا انهم النكروزيز والابوبتوزيز. وعرفنا الفرق بينه. تاني ده جدول بيوضح الفرق بين الابوبتوزيز والنكروزيز. هنا الابوبتوزيز ده عبارة عن ده فونكشن الفورم اوف سيلدس. يعني العملية عملية فيزيولوجية بحت. لكن النكروزيز اه اكسيدنت الفورم. يعني بيحصل تحت مؤسر اه خارجي. اه ويبقى ديه عملية ايه? بسولوجية. هنا عملية الابوبتوزيز بتحتاج انيرجي. هنا النكروزيز مش بتحتاج انيرجي. هنا بيحصل سيل شرينكج زي ما شفنا. هنا بيحصل سيل اه انتفاق في الخلية. بيحصل ربشر للنيوكرياس اللي اول تكسير للDNA. بالغير ما يحصل اي انفلاميشة. الموضوع مش بيحتاج انفلاميشة انفلاماتريو رسبونس. هنا بيحصل ايه? ان الخلية بيحصل لها سويلنك. وهي بنقل عليه بيحصل ربشر للنخلية. وهنا بيبقى الموضوع ده بيبقى بالانفلاماتوري رسبونس. اه يوضح لك ده لما بيكون لما حاجة بتقرسك مثلا بيحصل انتفاق في الخلايا. بس يعني بعيدا عن المثال. انا بعرفك ان الانفلاميشة بيحصل نتيجة الانفلاميشة بتبقى داعي لفدوس الانفلاميشة. قلنا دي بسولوجيكال كونديشن. قلنا دي بسولوجيكال كونديشن. بتبقى تحت مؤثر زي ما زي ما اتفقنا اما اسكميا او هايبوكسيا او او انفكشن. هنا هنا بيبقى تحت مؤثر في سولوجي. اه بيبقى منظم من جوة الخلايا. بعد كده. يبقى تاني بيقول ان هي عملية طبيعية جدا بتحصل في الخلايا. اه بيبقى العملية دي منظمة ببعض الجينات. بيبقى فيها ليها مورفولوجيكال. اه في اتشارت او او خواص مورفولوجية للخلية بنعرف من خلالها ان الخلية دي اتجهت للابوتوزيس. ده في تحت الريسيرش. يعني في عملية الانفستيجيشن. يعني بتيجي تشوف خلية مثلا. او سولوج الخلية دي اتجهت للابوتوزيس نتيجة ان انت حطتها تحت مؤثر مثلا دراج معين او هديت لها بهيفيار معين او عملت لها هقدتها بجين معين يديها يوجهها ناحية الابوتوزيس لو انت شغال مثلا في كانسر ريسيرش. بتبتيت تشوف المورفولوجيكال فيه تشارت. بتشوف ايه? بتشوف الابوتوزيس اللي اتفقنا عليها. بتشوف الخلية اصل حصل لها تحت الميكروسكوب. بتشوف بتشوف بتأسس الدين عن طريق انت بتعمل استخلاص للدين ايه مثلا? وتجريه على جيل. بتلاقيها عمل اه اه حصل له فرجمنتيشن. يبقى كده ده مؤشر للخلية دي اتجهت لعملية الابوتوزيس. تمام? بعد ما بيقولنا بعد ما بتتكسر بيحصل لها ايه? الفاجوسيتيك سيلز بتتعرف على الابوتوزيس دي وتتخلص منها بره الجسم. تمام? ده نفس الكلام تاني وبيوضح لك مراحل الابوتوزيس الخلية العادية اه 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 لو اتجهت للابوتوزيس بيحصل كورماتين كوندنسيشن بتبدأ السيلور ارجانز تتكسر بيبدأ يحصل سيل شرينكتج وبيديك ابوتوزيس والخلية بتتكسر تديك ابوتوزيس بتعرف عليها الفاجوسيتيك سيل وتتخلص منها. ده مرضو فرق بي ده الشكل بيوضح الفرق بين الاميكانزم اف ايه? الابوتوزيس ام دنكروزيس يعني قلنا شفناه قبل كده مش هنعيدو تاني طيب ايه? ليه الخلية بتبقى محتاجة اصلا انها يحصل لها تحت مؤثر اللي هو ايه ان الخلية بتكون حصل لها مثلا بفيروس ان الخلية بتكون حصل فيها دي ان ايه دامج ان الخلية بقت كانسر سل وهو كانسر سل المفوض يحصل لها لما الجسم بيتعرف عليها ده مثال مثلا يعني اثناء عملية الديفلومنت بيقولنا ان فيه حاجة اسمها تشوهوميوستيزيز لو حصل انكم بليد دفرنشيشن للجنين مثلا وما حصلش ابوبتوزيز كان فيه لاك او دفك في عملية ابوبتوزيز ممكن يحصل ايه الشكل اللي انتو شايفينه ده ان ما تلتصق الاصابع من بعضها ان في اثناء التطور ده او المرحلة دي او الديفلومنت بتاع الجنين بيبقى محتاج تكويد الاطراف بصفة عامة يعني بيبقى بيحتاج عملية الابوبتوزيز للفصل بين الاصابع يبقى تاني ندخل تفصيليا بقى في البيزيك فونجشن او او ايه هي اهمية الابوبتوزيز في الجسم اربع اربع عوامل مهمين جدا للابوبتوزيز اول حاجة تشوهوميوستيزز زي ما اتفقنا ان يكون في بلانس بين السيل ديفيجن والسيل ديس يعني مثلا لو انا هنا عندي سيل ديفيجن مش مساوي السيل ديس السيل ديس دلوقتي هيحصل بالاكيوميليشن للخلايا لكن لو فيهم يستيزز كده هتحافظ على وزن الجسم وهيبقى فيه بلانس في التشو بتاعي يعني مثلا انا عندي التشوهوميستيز بيقول ان احنا لازم يكون عندنا بلانس او توازن بين السيل بروليفريشن والسيل ديس طب السيل ديس ده اسمه ايه؟ اتفقنا ان هو عملية نوت مبرمج للخلايا بيبقى تحت مؤثر داخلي من الخلية والعملية دي ممكن تبقى فيسيولوجيكا هي في الطبيعي فيسيولوجيكا الاحيان بتبقى بسيولوجيكا لو فيها ايه? لو فيدي افقنا اصلا في عملية السيل ده بيحتاجينها ليه؟ اللي تشوهوميستيز الثاني سبب ايه؟ ان عملية الديفلمنت والديفرينشيشن اثناء الديفلمنت والديفرينشيشن بيبقى اللي هو وخصوصا في الجنيم تكويه اثناء تكوين الجنيم بيبقى الجسم وبحتاج لعملية فيسيولوجية مهمة اللي اسمها ايه? زي ما هو بيحتاج لسيل ديس بيحتاج لسيلsp ده عن طريق ايه قلنا عن طريق الأبوبتوزز خصوصا في عملية نمو الجهاز العصبي هتلاقي نمو عظم الأبراد العصبية مرتبطة بدفكت في عملية ايه الأبوبتوزز ثالث حاجة بيحتاج الأبوبتوزز لها أو الأبوبتوزز بيبقى مهمة في ثالث في ايه تالي في الاميون سيستم لأن بعد ما بيتعرف الاميون سيستم على الخلية بيبقى بيحتاج بيبقى محتاج يحصل تخلص من الخلية دي زي يتخلص من الخلية لأن الجهاز الممائي بيتعرف عليها أو الاميونيشن للسيلز اللي بتروح الثايمس ده عضو المهمة جدا في الاميون سيستم بتروح له 95% من التسيلز بتروح للسايمس ده وبيحصل لها الاميونيشن بالأبوبتوزز بقى هي الأبوبتوزز دي مهمة حتى للعمليات الفيسيولوجية بالجسم يبقى اتفقنا أنها اللي تشوه والديفولومنت والديفرنشيشن والاميون سيستم تالت حاجة ستيل دامج لما الخلية بتتعرض لدمج اللي احنا تكلمنا عنها بقى أثناء ستيل سايكل مثلا اتعرضت الخلية لدمج في الدي ان اي اي او ايرور اثناء الدي ان اي ريبليكيشن بتبدأ الخلية تقيية اما تعمل دي ان اي ريبير ما قدرتش يحصل لها ريبير بتوجه نفسها ان يحصل لها ايه بروغرام سيلدس بتتوجه الخلية اللي هيحصل لها ايه بقى الاسباب اللي بتوجه الخلية بتبقى تحت مؤسرات ايه المؤسرات دي اما ان هي تكون او ريسيبشن او ريسيف يعني ايه الكلام ده يعني الخلية مسلا تحت عايزة يحصل لها ايه بتبدأ تعمل ايه بتبدأ توقف ايه هي البوزتف سيجنال دي لها الاشارات الخلوية اللي بتخلي الخلية تتنقسم وتتضاعف زي الجروس فاكتورز مثلا او الانتراليكون تو ده ده مثال يعني مثال للفاكتورز اللي بتقدي اللي بتدي بوزتف سيجنال طب ايه اللي ممكن يخلي العملية الابوبتوزز تحصل ان يحصل وزد روال للبوزتف سيجنال دي او ان الخلية تستقبل نيجاتف سيجنال ايه هي نيجاتف سيجنال دي اه مؤسر الخلية بيقول الخلية ادخل في عملية الابوبتوزز زي ايه زي قلنا اللي يحصل دامج للدين ايه نتيجة استرس معين انها قوضعت تحت ضغط معين زي اللي هي المواد المؤكسيدة او الرياكتف اكسوجين سبيشنز دي اللي بتبقى اللي يسموها الاكسوجين الحر في الخلية بيبقى نتيجة عملية القيضي الغذائي حصل لوت كبير للاكسيداتي في السريس ده تبدأ الخلية بقى ايه تتسجل لعملية الابوبتوزز ده مثال اللي بتوجه الخلية للابوبتوزز زي والكالسيوم والأونكوجينز والنيوترانت ديبرايفيشن والتوكسينز واليو بي رادييشنز والجامل رادييشنز اتفقنا الرادييشنز دي قادرة على انها تقصر دين ايه تعمل دابل ستراند بريك للدين ايه وبناء عليه طالما حصل بريك للدين ايه وما قدرتش الخلية تعمل له يبقى لازم الخلية تتوجه للابوبتوزز فده يعتبر انديوسر للابوبتوزز التوكسينز برضو التوكسينز دي وليكن هتبقى زي المواد القادرة على التفاعل مع الدين ايه قادر قادر التتفاعل مع الدين ايه هتسبب مشكلة بعد كده هتسبب ميوتيشن او كده فدتالي الخلية بتقدر تنقذ نفسها من انها تتحول بصلاة ترانسفورميشن لكانسر سيل ازاي منها توجه نفسها للابوبتوزز سباب او الديس اكتيفيتور زي بقى قلنا زي تيومر نكروزز فاكتور ألفا الليمفوتوكسينز الفاس ليجند كل دي عبارة عن مصارات جوه الخلية كل مصار له اتجاهه ويبقى كونتروزد بأذر بروزيز ده بس بي بيجر بيعرفك شكل الخلية لما تكاسترات الخلية هي من كاسترات بتبدأ تبتلعها اللي قادر على الفاكوسيتوزز بتبدأ تبتلعها او تاني بيأكد لك ان انت عندك مئة مليون خلية في الجسم بيحصل لها ايه بيحصل لها ميتوزز كل سانية وفي المقابل نفس العدد لازم يفصل لأبوبتوزز فده ده اللي بيقوله عليه بقى ان هو التشوق هم يفتز او التوازن في الانسجة بتاعت الخلية بس اتفقنا خلاص احنا اكدنا على المعلومة دي ان احنا بنحتاج الابوبتوزز في ايه الفيسيولوجيكا الرول في انها بيحصل لها في عملية الديفولومنت وخصوصا في النيورالديفولومنت او النيورباس سيستم يعني طب لو حصل اكسس للأبوبتوزز اثناء الديفولومنت ايه اللي بيحصل بيحصل بتفصيليا بقى لا داعي لذكرة احنا بنتكلم دلوقتي على عملية الابوبتوزز وعايزين نعرف بتحصل ازاي طبعا لو حصل ان الابوبتوزز قلت او حصل مشكلة في الابوبتوتيك بسويس بيحصل ايه اما انه يحصل كانسر او يحصل لان لو ما عنديش الاخلية تفضل تتضاعف هي الابوبتوزز موجودة او الابوبتوتيك سيجنال موجودة في مقابل البرولي في الريتف سيجنال فالتنين بينظموا بعض اثناء السلسة ايكل ها زي ما اتفقنا بتبتدي الخالية تنتاكل من مرحلة اخرى وبيقى فيه قولنا فيه تشيك بوينتس على الخالية دي او نقاط تفتيش بتشوف الخالية دي تضاعفت بشكل صحيح ولا مش بشكل صحيح لو حصل مشكلة كبيرة اثناء التضاعف في دين ايه مثلا سينزز ودين لي امليكيشة مثل داخلية توجيه نفسها للابوبتوزز طب ايه هي регيونيتورز يعني الابوبتوزز دي بتحصل ازاي او ايه اللي بيقينشيط عملية الابوبتوزز دي قلنا تحت المؤسرات اللي تم ذكراها قبل كده طب المؤسرات دي بتأثر على ايه بتأثر على family من البروتيازيز هي اللي بتконترول عملية الابوتيازيز دي اسمها ايه البروتيازيز دي اسمها الكاسبيازيز 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 دي في منها two categories فيه initiator وفيه executioners او عملية في كاسبيازيز بتبدأ عملية الابوتيازيز وفي كاسبيازيز بتنفذ الابوتيازيز نفسها بيكون الرول بتاعها هي مثلا بتكسطر المبريم بتكسر الدي في عملية الليسيز دي عن طريق two central busways انا عندي two busways او مصارين مهمين جدا في الابوتوزز مصار داخلي بيست بنسميه الميتوكندريال busway او الانترينسيك busway ومصار خارجي اسمه external busway ده بيبقى جاي نتيجة تيجنال يعني من بران خليل انا عندي two busways للابوتوزز وقلنا الريوليتورز الميجر ريوليتورز الابوتوزز دي حاجة اسمها الكاسبيازيز ودي عبارة عن بروتيازيز يعني بروتيازيز يعني انزيمات هو في الاصل بيبقى عبارة عن انزيم انزيم قادر على تكسير انزيمات اخرى بروتينات اخرى سيلولار كومبولد تمام؟ يبقى وعندي two busways او مصارين مهمين جدا لعملية الابوتوزز مصار اسمه intrinsic busway ده جاي نابع من اين؟ نابع من الميتوكندريال عشان كده سمي ده انترينسيك busway لانه من جوة الخلية نفسها بيبقى تحت ايه؟ تحت مؤسرت بقى زي بدي ان ايه دامج حصل بدي ان ايه دامج حصل استرس على الخلية من جواها فبيبتدي اتأكتب الميتوكندريال بسوي ده بيحصل انه بتيجي البروتينات اللي بت طبعا احنا بنقول بصفة عامة وبعد كده تبقى عارف ايه هي البروتينات دي عندك حاجة اسمها برو ابوبتوتيك بروتين برو دي يعني حاجة بتدفع الى انتي يعني مضادة لي فالبرو اكيد البرو ابوبتوتيك يعني بروتين بيسبب ان الابوبتوتيك بسوي ده يبقى قون يبقى مفتوح يبقى هيشتغل زي ايه؟ زي الباكس بيجي الباكس ده يروح على الميتوكنديريا يقول لها release حراري سايتوكرومسي السايتوكرومسي ده بقى بيسبب ايه؟ بيكون حاجة اسمها الابوبتوصوم والابوبتوصوم ده بيديل الانشياتور بقى للكاسبيسيز فهي احنا اتفقنا ان احنا عندنا الكاسبيسيز في منها انشياتورز وفيه اكسيكيوشنورز يعني فيه كاسبيسيز بتبدأ عملية الابوبتوزز وفيه كاسبيسيز بتنفذ اصلا لعملية الابوبتوزز وعندي هنا برو أبوبتوتيج عندي تو باسويز باسويز اسمه انترينسيك باسوي وباسويز اسمه اكسترينسيك باسوي في الانترينسيك باسويز بينبع منين او بدايته منين بتيجي نتيجي تحت تأثير اي مؤسسة بقى او استيميولاي من جوه الخلية نفسها بيقول لها ايه؟ ادخولي عملية الابوبتوززز بيبتدي بقى الايه؟ بيبقى نفسه او اكتيفيشن او اكتيفياتور او مرشط للبرو اموبتوتيج بروتين اللي اسمه ايه؟ الباكس الباكس ده بيروح يرتبط بالميتوكونديريا وقول لها حراريلي استيتوكروم سي ييجي استيتوكروم سي ده بقى يأكتب ايه؟ يأكتب الانشياتور الانشياتور كاسبيسيز اللي زي ايه؟ زي كاسبيسيز ساعة الانشياتور كاسبيس هيأكتب لي بعد كده او هينطشط لي هي عملية من الاحداث يعني لا لا يسأل هيجي بقى الكاسبيس ساعة هيأكتب لي بقية البروتييزز مثلا اهو الخلية تحطت تحت المؤسر قال لها هدخولي ابوبتوتيج سيجنال مثلا اهو قال لها هدخولي الابوبتوزز طبعا ده اللي بينظمها زي ما اتفقنا البي ففتي سري صلاة الخلية هتدخل عملية الابوبتوزز قلنا تحت تحت تأثير ايه البرو ابوبتوتيج بروتيز زي الباكس والباك دول بيروحوا للميتوكندرية بيقولونها ريليز او طلعي السيتوكرومسي السيتوكرومسي ده بيديلي حاجة اسمها الابوبتوزون الابوبتوزون ده قلنا بيأكتب الانشياتور كاسبيس اللي هو كاسبيس تسعة ده انشياتور كاسبيس كاسبيس تسعة بيروحي اكتب الانشيكيوشنرز او الكاسبيس اللي بتنفذ عملية الابوبتوزز اللي هي ثلاثة وسبعة فبتدخل الخلية في عملية بقى تكسير للأورجانيز والمادة الوراثية بتاعتها وتبدأ تتكسر وتديري الابوبتوز ده الانترينسيك باسويد نيجي للاكسترينسيك باسويد الخلية زي مثلا او بيروح يرتبط موجودة على الخلية اللي هتدخل عملية الاموبتوزز دي ويأكتب ايه الانشياتور كاسبيس تاني اسمه كاسبيس تماني يبقى الانترينسيك او الانشياتور كاسبيس بيتأكتب فيه كان ايه كان كاسبيس تسعة لكن في الانشياتور كاسبيس اللي بيتأكتب فيه كاسبيس ثمانية وبيدخل بعد كده زي ثلاثة وسبعة وتبتدي تكمل عملية الاموبتوز اللي احنا اتفقنا عليها بتبدأ تتكسر يحصل للخلية تتحصل يحصل للسيلولار كومبوننت وفي الاخر يحصل ايه سيلدس والاستيميولايز زي ما اتفقنا هو واحد بتتحط الخلية تحت استرس واهمها ايه ان الخلية تكون افعرضت لدي ان ايه دامج زي ده شكل مبسط بيبقى تحت مؤثر خارجي جالي بروق مبتتك مؤثر من برها الخلية راح ارتبط بالديس ريسيبتور اكتب اول انشياتور اول كاسبيس اللي هو كاسبيس ثمانية كاسبيس ثمانية هي اكتب او الكاسبيس اللي هتنفذ عملية الابوكتوس اللي لها بروتولياتيك اكتيفتي يعني لها انزيماتيك اكتيفتي يعني تقدر تكسر بقى ايه دي ايه والمنبرين بتاع الخلية والكلام ده بتبتدي تكسر الخلية وتدخل الخلية في مرحلة الابوكتوس يبقى اهم تقدر نستمتج من الكلام بعيد اهم الابوكتوس هي ايه هي الكاسبيس طب ايه هي بقى الكاسبيس دي اصلا الكاسبيس دي فاميلي من بروتيز يعني هي اللي بتعمل عملية البروتيولايس بتكسر مكونات الخلية بتكسر مكونات الخلية بتنقصم بقى زي ما اتفقنا للإنشياتور وإكستيكيوشن الإنشياتور زي تمانية وتسعة شفنا تسعة موجود في الانترينسيك باسوي تمانية كان الإنشياتور اف ايه اف اكسترينسيك باسوي وتلاتة وستة وسبعة دول الإكستيكيوشن في الاتنين طبعا يبقى بما انها بروتيورايزاز يعني بما انها انزيمات لو انتو خدطوا كورس الانزيماج اي انزيم بيبقى في الاول موجود في شكل في الاول اسمه برو انزيم تمام البرو انزيم ده بيبقى شكل بيتكتف ازاي لما بيحصل له مثلا لحتة كده منه يبقى يبقى هي في الاول بيطيبقى موجودة في شكل برو كاسبيس أو بتبدأ تاخد الاكتف فورم بتاعها لنتيجة رسبونس اللي ايه لأبوبتوتوكيستوميولا يعني الكاسبيسيز دي تبقى موجودة هي في الاصل عبارة عن بروتيزز وبما ان هي بروتيزز فهي تبقى موجودة في شكل ايه برو انزيمز او كاسبيس بريكيرزر في الاول لان هي لو موجودة في الاكتف فورم طول الوقت يبقى الخلية كده هتدخل على طول في عملية الأبوبتوزز تبقى شغالة الأبوبتوزز على طول فلازم كل حاجة لها كنترول على طول فهي في الاول بتبقى موجودة في شكل كاسبيس بريكيرزر وتحت الأبوبتوكيستوميولاي بتبدأ يحصل تتحول للاكتف فورم بتاعها واكيد لها انهيبتورز زي ما لها اكتيفيتورز لها انهيبتورز لان كل حاجة لها لها منظم انا مش هفضل شغال طول الوقت امورتوزز مش هفضل شغال طول الوقت في السلد فيجان كل حاجة لها وقتها الخلية هو تاني بيعرف لك الكاسبيس دي ايه دي عبارة عن سيستين أسبارتات سبسيفيك بروتيازيز وليها الكاراكترستيكس بتاعها هي بتبقى لا هاي سبسيفيستي للسابستريت او للبروتينات اللي بيكون فيها الأسبارتات وبتستخدم السيستين عشان عملية الكاثاليس دي يعني احنا مش ملوطين بالحطة دي قوي بس هو مورد تعريف بيعرفك ايه هي الكاسبيس دي وقالك في منها بتبقى موجودة في الخلية كبريكيرز زي ما احنا كلمنا او اتفاقنا ان يقوم برو كاسبيس في منها اكسكيوشنرز وفي منها انشيتورز ده الاستراكشور بتاعها اه فقلنا عشان يحصل لها اكتيفيشن بتبقى في شكل برو كاسبيس وبعد كده بتتحول الماتيور كاسبيس تحت عملية تحت مؤسرات بيحصل لها بروسسينج وتتحول الاكتيف فورم طب بتعمل ايه الكاسبيس دي بقى بتعمل اه او عشان تدخل الخلية في عملية او بتوزس بتعمل ايه بتعمل كات اوف للكنتاكت مع السورويندين جسل بتقطع اعتصار الخلية بين خلايا المجورة ليه تبدأ تتعرف على السايتو سكيلوتون وتبدأ تكسر اه توقف عملية الدي ايه تكسر الدي ايه تكسر النيوكلير آآ آآ استراكشور اللي بوه الخلية بتبدأ بتبدأ بقى تحول الخلية تحولها الى ابوبتوتيك باديز تفقنا ان احنا عندنا فيه هو هنا بيصنف لك الانشياتورز والاكسيكيوتورز او الافيكتورز الانشياتورز اللي هي بتبدأ عملية اللي بتانشيات الاكتيفشن اوف كاسكيتز اللي هو عملية الرياكشن او السيكوانس اوف ايفينت اللي بيحصل في عملية الابوبتوتيك بتبدأها الانشياتورز الانشياتورز زي كاسبيس 8 و 9 و 12 والافيكتورز زي 3 و 6 و 7 و 14 ويقول لك هنا برضو ان دي ممكن تعتبرها بايوكيميكال ماركرز للابوبتوز اللي هي ايه الافيكتورز الانشياتورز برضو على فكرة لو على حسب المرحلة او حسب الترجة الثيرابي اللي انت بتشغال عليها بس تاني ده شكل بيوضح لان انت عندك انترينسيك باسوي باسمه الميتوكندريال باسوي والديس ريسبتور باسوي او الاكسترينسيك باسوي وقلنا الاتنين بيبقوا تحت مؤثرات معينة طب الكاسبيس دي نفسها بتكون 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 كنترول بايه عن طريق تو ميكانيزميس اعتبارا من الايه او تحت على حسب هي ايه يعني لو هي افكتور او انشياتور تفقدت الافكتور الانشياتور اهمها الثمانية وتسعة واحيانا الاثنين والعشرة الافكتور بقى ثلاثة وستة وسبعة الانشياتور دايما بتتأكتف تحت تأثير بروقة ببطوتيك استوميولاي او زي الدي ايه دامج او الاو سيداتي بسترس بتبدأ تتحول من البروقة ببطوتيك فورم للأكتف فورم بتبدأ الانشياتور دايما بعد كده الانشياتور دايما نفسها هي اللي بتأكتف الايه الايه الايفكتور كاسبيس ايفكتور كاسبيس بتقوم بالبروتيوليتك اكتيفيت بتاعتها وبتكسر الخلية واتدخلها في عملية الابوبتوزيز طب ايه اللي بي ريجيوليت بقى العملية دي كلها؟ في ريجيوليتور دايما للابوبتوزيز بسة عندي فاميلي من البروتيينز اسمها البي سي ايه اهمها ايه? عندي منها توم من برز اللي هو البي سي ايه لتو فاميلي عندي شي منها بوستيف ريجيوليتورز ونيجاتف ريجيوليتورز للابوبتوزيز هي اسمها كده يسمها بي سي إي اللي توufاميلي بس بيندرك تحتها نيجاتيب ريجيوليتورز للأبوبت belonging وبوث honour للأبوبتوز يعني الحاجات بتدفع الخلية لأبوبتوز وحاجات بتوقف وبرويسينات بتوقف الخلية للأبوبتوز اسمها ايه بقى البوث Victory sponsors اسمها برو أبوبتوتيك بروتينز النيجاتيب اسمها ايه اسمها أنتي أبوبتوتيك بروتينز اعتماداً بقى على الصر� Which Whether بتاعها بيقول لك ان الفامي دي بتنقسم الى تلاتة جروب نشوفهم بقى التلاتة جروب دي لزي ما اتفقنا ان هي الانتي اوبتوتيك والبرو اوبتوتيك الجروب الاولى اللي هي لها انتي اوبتوتيك فونكشن اوصناها انتي اوبتوتيك اه بروتين زي ايه على سبيل المثال على سبيل المثال البي سي الو تو بروتين يبقى احنا عندنا تلاتة جروب جروب واحد وجروب اتنين وجروب تلاتة جروب واحد دي تبقى لها Anti-Auptotic Function Anti-Auptotic Function اللي هي بتوقف الخلية عن بالتالي البروتينية اللي لها Anti-Auptotic Function لو حصل لها زي البي سي اللي توبروتين مثلا لما بيحصل له يبقى ايه في الكنسر سيل مثلا معظم يبقى فيه هيحصل فيها اللي بتوقف هيحصل لها ده منطقة اللي يبقى موجود في الكنسر سيل بتاع الجروب واحد من برس دي بتوقف بتاع هو طبعا في لأنه ده رول بتاعه زي ما اتفقنا ان كل حاجة في الكنسر سيل كل بروتينز او انضيمز في الكنسر سيل موجودة في النورمال سيل ولكن الاختلاف بيبقى في بتاعة البروتين ده يعني البي سي اللي تو هو اصلا انت او بطوتك بروتين طب لما بيحصل له اوبر اكسي بريشن بيبقى هنا بيبقى له انكوجينك فونكشن انكوجينك فونكشن ليه لأنه هو حصل له اوبر اكسي بريشن فالاوبر اكسي بريشن هيعمل ايه هيوقف الامبطوزز فبالتالي لو هو كانسر سيل عمالية الامبطوزز هتوقف فهيحصل تضاعف اكتر ان الخلاياه بقى فيه يبقى الهاي ليفل بتاع البي سي اللي تو بروتينزي ده بيوقف الانشيشن بتاع عملية الامبطوزز عشان كده دايما هتلاقيه موجود في في اكزابل للبي سي اللي تو فاميلي اللي هو البي سي ال اكس البروتين الحاجات دي بتبقى دايما بتلاقيها لما تيجي تقرأ ورقة بحسية مثلا هتلاقي دايما على حسب بقى اللي هو التارجز ماشي ايه يعني هو هيوقف عمالية الامبطوزز ولا هيعمل الامبطوزز فبيبدأ يشوف البروتينز دي يشوف تأثير الدراج اللي هو اقترحه تحت على الحاجات اللي احنا قلنا عليها اما على الالسيل على الامبطوزز اللي هو زي البروتينز مثلا او على تأثيره على الامبطوزز الجروب التاني هي البروت افوتوتك بروتيز زي ايه البروت افوتوتك الباكس والباك دي بروقة افوتوتك يعني بتدفع الخلية انه يحصل لها افوتوزز يعني ادي مثلا الجه الباكس ده اللي احنا اتفقنا عليه لو فكروا في الانترينسيك باسوي كان هو اللي بي اكتف بيروح يرتبط بالبيتوكندرية المنبرين ويقول الخلية ويقول وفي السيتوكروم سيها يروح يأكتف بقى الكاس بيسز بقيت السيكوانس الف كاس بيسز اللي اتفقنا عليك وفي الاخر الانترينسيك خلية هتتكسطر سؤال السيتوكروم بعد ما بتأكتف بيصير ضمن مثل فندرية ولا خارجها بيطلع لا السيتوكروم السيتوكروم الايه مشان يأكتف الكاس بيس بيأكتف هو بس الباكس والبي سي اللي تو مجرد امشيتور او مجرد اكتيفيتور للميتوكندرية بيروح يرتبط بالميتوكندرية الاوتر من برين ويروح بعد كده يقول لها طلعي السيتوكروم اصلا جوه الميتوكندرية فاول ما هيخرج بره الميتوكندرية هيبدأ يأكتف الكاس بيسز بعد كده تمام 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 هو اللي بيبدأ القصة دي من اول بتجي من فوق بس انا ادخلتلك بقى في الابوبتوزز يعني ادخلنا دلوقتي تفقنية اللي بيحصل بعد ما بيجي البي فيفتي سري يقول يوجه الخلية للابوبتوزز تمام هيجي الباكس وقلنا او الباك يرتبط لو انا بتكلم في الميتوكندرية الباسوي قلنا ندوه البروء ابوبتوتيك بروتين البروء ابوبتوتيك يعني بتدفع الخلية انها تدخل في عملية الابوبتوزز عن طريق ايه لو قلنا الانترينسيك باسوي يبقى هتدخل ترتبط بالميتوكندرية الممبرين تقول له وبعد السيتوكرون بتديني بقى الفيتشارز بتاع الابوبتوتيك الجروب التالتة بقى البي سي اللي تو فاميلي او البروتينات المنظمة لعملية الابوبتوزز دي دي تبقى ايه بتبقى قادرة على اني عملية زي ملظمة للاتنين بقى يعني بتعمل سويتش او من الاتنين بتقدر ترتبط بالفاميلي ممبرز او جروب و مش هلودخل في تفاصيل برضو بس دي برضو بتعتبر برو او بوليوبتايت زي ايه زي البيد والباد والبيم والبومة والنوكسا بروتينز دي كلها اه تعتبر سنسورز للبرو او والانتي او بطوتيك زي يعني هي بتقول لك الخلية تكمل تدخل هي بين الاتنين بس احنا كده خلصنا النهاردة يعني مش دخلين في تفاصيل قوي بس هلتعرفنه على هي عملية وقلنا ان هي ممكن تكون هي بتحتاجها بتحتاجها ليه بتحتاجها عشان يحصل بتحتاجها عملية بتحتاجها في بتحتاجها العملية بتحتاجها علشان يحصل لو خصل الخلية بتتخلص عن طريق عملية خلصنا احسن لك احسن لك احسن لك احسن لك احسن لك